اشتركوا في القناة 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 صعبت عليه المهمة الشيء وصعبت على لعبته المهمة إنه خسران في الزهاب بهدفين مقابل لشيء ثم يستقبل هدف في أول 16 دقيقة هنا صعبت الأمور تماماً بقى مطالبة إنه يسجل أربع هدف الروح اللي كانت عند اللعبة في الشوت الثاني والشكل بقى أفضل شوية يمكن ده يدي دفع معناه شوية إنه الأمور ممكن تبقى أفضل لو إنت اكتهدت أكتر في الملعب لو إنت كان تركيزك إنه تكسب وتركيزك إنه تسجل هدف 2 و 3 قافة من أو يعني السلبيات اللي بتتواجهها ده نزة مالك إنه بيبقى فيه نوع من التشبع والاكتفاء شوية صحيح يمكن إنه أنا بسجل هدف خلاص الأمور بالنسبة لي حسمة فعشان كده بيبقى بدي فرصة للمنافس بتاعي دايماً إنه هو يخش في المباراة بيبقى عنده فرصة إنه يتعادل معي أو ليه لا إنه يعني يعمل نتيجة إيجابية فديه يمكن مشكلة دايماً في نزة مالك وكتير من أجهزة فنية المتعاقبة على تدريب الفريق بتحاول تحلها ولكن يعني مهمة جداً إنه تستفيد من كل حاجة إيجابية أي نتيجة إيجابية حتى ولو نتيجة منطقية بالنسبة لك إنه تهزم أرطة سولار برو بعية فلكن لازم تستفيد من المعنويات والدفع المعنويات شوفنا كان شكل الجمهور كمان عمل إزاي صحيح أكيد ده جمهور متعشم أو يعني متوسم فيه إن الفريق قدم انتاج أفضل وأداء وشكل ومستوى أفضل فيه الفترة الجاية صحيح طب إذا نتكلم عن محمود علاء يعني محمود علاء مما لشكل فيه هو واحد من أفضل المدافعين الموجودين في الدورة الممتاز خرج من نادي الزمالك رح لإتحاد السكندري المسم اللي فات ولكن بعد أداء يعني مميز جداً خلال المسم اللي فات الكل بقى ابتدأ ينادي إنه ليه أصلاً محمود علاء خرج فبالتالي رجع مرة تانية لصفوف نادي الزمالك سمعنا عن مشكلة حصلت في المباراة اللي فات دين محمود علاء عارف إنه هو مش هيبتدي فدخل في مشاهدة كلامية مع مدير الكورة ومما أصفر عنه طبعاً إنه هو تم استبعاده من معسكر الفريق في المباراة دي ولكن دلوقتي سمعنا عن إنه خلاص محمود علاء تم العفو عنه ولي بقى الكواليس بتاعت العفو دي كانت عاملة إزاي ومدى أهمية كمان اللعب من وجهة نظرك في صفوف نادي الزمالك وكمان تواجده خلال المباراة بتاعته النهاردة ومباراة البنك الأهلي تمام يعني إنه هو ما في الشك طبعاً محمود علاء من اللعيبة الكبيرة في نادي الزمالك نقدر نقول في الفترة الأضعف في صفوف نادي الزمالك خلاص بقى من اللعيبة التي تقدر يعني تعتمد عليها اللعيبة اللي عندها خبرات بشكل واضح سواء خبرات دولامة أو منتخب مصر أو منتخبات الشباب خبراته مع نادي الزمالك كل ده بيدي له يعني أفضلية في دفاع نادي الزمالك خاصة في الحالة اللي عليها دفاع نادي الزمالك فبالتالي زي ما بتقولي كتعودته بعد فترة العارة اللي تحسي كان داري كانت مهمة أنه هو يبقى موجود في الفترة دي وأنه هو يبقى إضافة قوية لدفاع خاصة في غياب محمود حمد الوينش اللي بيقترب شيئاً فشيئاً من العودة وليه المشاركة مع نادي الزمالك بزبط يمكن محمود علاء عايز بقى موجود لكن طبعاً هي قرار الجهاز الفاني هو لازم يحترم هو اللازم يحترم سواء في التأسيم يعني الموضوع لم يخرج عن كونه وأنه هو قرار في التأسيم أنه هو استبداله بحسامة عبدالجيد في التأسيم ولكن خلينا متفقين أنه ده فعلاً بيباني العيبة بتبقى عارفة من التأسيم وبيعرفوا جداً هيكونوا موجودين في المباراة وذلك حصلت قبل كترة طبعاً حسامة عبدالجيد لما عارف أنه خارج المباراة التانية طبعاً يعني يمكن ده برضو بيخلينا يعني بيدي انطباع للعيب أنه هو أنا برح سباتك الإجازة الفاني ولكن الموسم طويل لسه كله هيشارك لسه كله هيباني موجود خلينا برضو نتفق أنه فعلاً يعني من حق كل لعب أنه هو هيكون زعلان أنه هو مش هيشارك أنه هو مش هيكون موجود في تشكيل الأساسي خاصة لو هو لعيب كبير زي ما تكلم عن محمود علاء ولكن في النهاية برضو يعني فكرة أن الموضوع تطور لغاية مشدة كلامية مع مدير كرة أو يعني ده حتى في الكرة زي ما بيقولوا كده قلب وشه قلب وشه دي الوحدة لهو ما بيعملش حاجة ما عطاراتش ما فتحش هو ولكن بوضح من شكله أنه هو زعلان فيه مديرين فنين بيزعلوا أن اللعب قاعد وزعلان أنت كده يعني مش بتسندنا مش بتساعدنا قلبة وشك دي ممكن يكون أثارها سلبي علينا ولكن لما الموضوع يوصل كمان لما شهد الكلمية الموضوع كده بيبقى كده طبعا مش مقبول خالص يعني ده اللي احنا متفقين عليهم حتى يمكن محمود علاء نفسه اعتذر ليه الجهاز الفني والموضوع تام لكن هي كنت المشكلة في إيه أن توقيت أن تعمل أزمة في الوقت ده ما كانش مناسب جدا ما كانش مناسب صحيح أنت كان عندك مباراة مهمة جدا ويمكن خلينا أقولك برضو أن محمود علاء كان من الركائز الأساسية كان ممكن يعتمد عليها سوريو في المباراة لأنه كان طريقة اللعبة كانت مبنية أنه هو مش عايز تكتل دفاعك عايز يعني يبقى أكبر عدد من اللعيبة اللي بتأدي مهام هجومية موجودة فبالتالي محمود علاء من اللعيبة الأوليلة يمكن خلينا أقولك فيه الدور المصر بتعمل كرات طولية بشكل جاي صحيح فبالتالي ده كان هيددينه ميزة إضافية أنه هو ممكن يبقى موجود سواء ابتدى المباراة أو ما ابتداش لكن في النهاية مفروض في الوقت ده اللعيبة توبع كلها رحوحة خليني برضو أقولك إن شيكابالة كان له دور فيه إن الأمور يعني يتم احتوقها بشكل سريع ده هو قائد الفريق برضو حاول تقريب وجهات النظر وطبعا قلتنا عبدواحد السيد مدير الكرة تفهم الموقف بشكل كبير وتم التوافق والاعتزار من الجهاز الفني وكابتن متعط عبادي وبالتالي شفنا علاء موجود في قيمة الزمالك ليه موارات البنك الأهلي وممكن يبقى بشكل جميل جدا وجود في تشكيل النهاردة خليني أسألك هل ممكن نشوف أنه سوريا بتديره النهاردة الفرصة أنه هو يشارك أساسي ولا لا؟ هو ورد جدا يعني هو كان فيه اتجاهين لغاية التدريبات الأخيرة كان فيه اتجاه أنه هو اللي بقى على سنائية محمد عبد الغاني وصطفى الزناري ولكن يعني برضو شايف أنه ممكن يبقى محمود علاء له فرصة للمشاركة طبعا موجود حمزة المسلوسي مع وجود أحمد فتوح كل دي العناصر اللي متوقع نحن تشارك بشكل أساسي فيه غياب يوسف أوباما طبعا بخلاف وجود طبعا سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي مع وجود زيز ومع وجود شكبالا يمكن دي العناصر اللي هيعتمد عليها بشكل كبير أسوريو فيه مباراة النهاردة فبالتالي فيه احتمال كبير أنه يبقى موجود محمود علاء لأنه خلاص ده برضو هيدي مؤشر أن الأمور يتم احتواءه وما فيهش أزمات بتستمر خليني أسألك عن أسوريو المدير الفني رنادي الزمالك كلام كتير جدا نطلع الفترة اللي فاتت دي عن أن فيه احتمالية كبيرة أن أسوريو ما يكملش مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية وده بسهب النتائج الغير يعني مرضية بالنسبة لجماهير نادي الزمالك وأكيد بالنسبة لإدارة نادي الزمالك برضو في الوقت الحالي شايفت كلام ده حقيقي ولا ممكن يكون فيه كلام تاني هو طبعا بنسبة كبيرة برضو للتقييم أي مدير فني ببنان على النتائج أنا في النهاية حتى لو بقدم أداء جيد والنتائج مش مساعداني يعني برضو التاريخ ما يفتكرش غير النتائج يعني تخيالي بقى لو الأداء برضو مش مقنع قوي والنتائج مش أحسن حاجة صحيح إن احنا قلنا وكررنا كتير جدا أن أسوريو من التمثلي العزر فيه كتير من المواقف اللي فيه عنادي الزمالك القايمة عدم وجود خيد الصفقات اللي طلبها ما تحققتش كل دي ظروف معندة لأي جهاز فني ولا أي مدير فني أنت بتلتمثل العزر ولكن ما بتلتمثلوش العزر لأنه هو خلاص يعني جزء اللي لا تلتمث له العزر فيه أنه هو خلاص عارف السكواد بتاعه وشغال عليه لأكتر من ست شهور فبالتالي ما فيش وقت إن أنت يعني تبتكر حاجات جديدة أنت عندك نفس اللي عمصر بلنا احنا برضو بنتكلم عن نادي الزمالك ونهو ما فيش تدائماته لكن برضو بيضل نادي الزمالك عنده سكواد قوي طبعا طبعا من أفضل اللعيبة اللي موجودين في الدورة المصري الممتاز فكرة حجة إن احنا بس مشكلة القيد فدي أنا شايفة يعني إن هي مش هي أفضل حاجة بالنسبة لنادي الزمالك بل بأكت نادي الزمالك عنده سكواد قوي جدا عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده لعيبة اللي هو تصنيف في اللعيبة فيعني فكرة إن احنا هنكون شغالا نتكلم عن القيد وعن أسوري وعنده مشكلة هي القيد فأنا مش شايفة إن هي دي أفضل شبت نادي الزمالك نفسه يعني الأندية الكبرى عموما بتدي يعني صيقة للعيب اللي بيلعب فيه يعني فدي كافية إنها تخلي الأمور أفضل حتى لو قصة وانه هو ده الوضع الحالي هو ده الأمر الواقع هو شغال على كده فبالتالي يعني فكرة إن أسوريو ممكن يبقى مش موجود فترة جاية دي طبعا كل ده الأمور مرهونة بفكرة الانتخابات وطبعا يوم 20 أكتوبر انتخاب مجلس الدراج جديد فكل ده هيبقى في إيد المجلس القادم لأن اللجنة الحالية طبعا برئاسة الدكتور عموما المدناني اللجنة السلسية يعني أعتقد برضو مش هيبقى فيه تصرر الانتخابات الكبيرة كلها مأجلها لغاية ما يكون فيه مجلس إدارة منتخب بالنسبة لنادي الزمالك حتى لو كنا نتكلم عن الملفات الكبيرة جدا زي اختراف زيزو زي فتوح وعقده كل الكلام ده يمكن تم تأجيله لغاية ما يكون فيه مجلس إدارة منتخب بالنسبة لنادي الزمالك نتكلم كمان عن المباراتين التانيين اللي موجودين النهاردة في الجولة التالتة من الدوري مصري ممتاز أو دوري نايل يمكن طبعا عندنا الداخلية والمصري مباراة يمكن بسمية مبارات متشابهين شوية يمكن المصري بدأ مش أفضل حاجة خسارة بربعية أمام النادي الأهلي ثم فوز على فرقه بهدف برضو مباراة يعني المصري ما قدمش فيها برضو أفضل حاجة ولكن ابتدت استعيد تدريجيا لأن برضو خسارة في بداية المشوار دي كانت صعب ولكن كابتان علي مير كان عمل مركاته كبير جدا وكان مركاته قوي جدا في مركاته الصيفي الحالي قبل بداية أو المنتهي قبل بداية الدوري المصري الممتاز الكل كان متوقع أن الفريق هيكون أو الاسكواد ده هيعمل فريق أكبر من كده أو هتكون نتائجه أكتر من كده مع بداية الدوري ولكن وضح أن لسه ما فيش حالة انسجام كبيرة ما بين اللعيبة تم تكوين الفرقة يمكن ومع المدير الفاني كابتان علي مير قبل أسابيع وليلة من بداية الدوري هي دي النقطة يمكن برضو السكواد الموجود عند النادي المصري على ناصر كتير مميزة على مستوى الفردي صحيح على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي لعيبة كويسة جدا ولكن جمعية الأداء والرابط ما بين اللعيبة وبعضها لسه مش حاضر قوي لسه ما فيش التفاهم كبير ده منطقي طبعا يمكن فيه لعيبة انضمت قبل بداية المصري بفترة أو ليلة جيدة بالتالي ملحيتش أنها تلعب مع بعض شكل مستمر ملحيتش يبقى فيه التناغم ما بينهم فكل دي أمور أكيد بتأثر على شكل الأداء بالنسبة للنادي المصري لكن طبعا كابتان علي مها من المدربين اللي أثبتوا نفسهم في الفترة أخير بشكل كبير جدا نفس القصة برضو لدكتور ميمة عبد الرازق الناحية التانية طبعا فيه فريق داخلية يمكن بدايته الفوسبق على أمبي ثم الخسارة الدرامية شوية وساط مدربة جزاء فيه للثواني الأخيرة وبالتالي دي كانت يعني بتخليه برضو طمعا أنه يحقق نتائج أفضل في الفترة اللي جاية لكن خلينا نتفق أن الداخلية له شكل جيد في الموسم الحالي بقى نتوقع مباراة مميزة أيضا ما بين الداخلية والمصري طلع الجيش ومودرن فيتشر برضو يعني يمكن مودرن فيتشر الفريق الوحيد حتى الآن طبعا بخلاف النادي الأهلي اللي يمكن لعب مباراة واحدة مودرن فيتشر الفريق الوحيد حتى الآن ومرشح أنه يستمر بالعلامة الكاملة كل الآن دي لم تستطع أنها تحقق ثلاث انتصارات اللي لعب الثلاث جولات يمكن زاد بانتصارين ولكن في المباراة التالتة أو في الجولة التالتة تعادل نفس الموضوع بقى بالنسبة لفيتشر بالتعادلين ولسة إحنا مستنين أو في انتظار نتيجة النهار لعشان نعرف الجولة التالتة هقدر يحافظ على العلامة الكاملة لكن طبعا بيواجه منافس قوي طلع الجيش ممكن فاس في المباراة الأولى على البنك الأهلي فبرضو يعني تعادل في المباراة التانية عنده ثقة عنده استعداد أنه يقدم موسم أفضل طبعا من موسم اللي فات اللي ما كانش أفضل حاجة بالنسبة له فبالتالي نتوقع أيضا أنها تكون مباراة قوية ما بين الفريقين ونشوف إيه اللي ممكن يقدمه لأن يعني نبتدينا في الدخول في أجواء دوري نايل نحن نشوف طبعا مستويات جيدة من اللعيبة كله عايز يتنفسه في بداية الموسم كله عايز يوصل لمركز أفضل ويبتعد عن المراكز الخطر مبكرا أكيد طبعا يمكن الدوري في الموسم الحالي دوري نايل أو الدوري مصري الممتاز ابتدى بداية قوية جدا كلها حماسة كلها يعني متعة بالنسبة لعشاء كورة القدم المصرية الكل إعاب مترقب هيشوف إيه في اللقاء ده مين ممكن يكون بيفوز باللقاء ده مهما كانت مين هي الأسامية والأسامية عاملة زي ولكن برضو بيفضل اللقاء لغاية السواني الأخيرة فرايح جاي ما بين كل الفرق خلينا نتكلم عن الدوري مرة تانية ولكن نطلع الأول لفاصل بعد الفاصل هنرجع وهنكمل كلامنا مع أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي رجعنا سريعا لسا مكملين مع حضراتكم فقارتنا هنا في صباح أون تايم ولسا مكملين مع ضفنا النهاردة أمير نبيل الناقد الرياضي صباح الفل عليك مرة تانية ولسا كنا بنتكلم عن الدوري المصري الممتاز وعن أندية الدوري المصري الممتاز وكنا بنتكلم كمان عن أسوري ومصيره في الفترة القادمة طيب لو افترضنا في حالة رحيل أسوريو عن نادي الزمالك تشوف مين هو المرشح الأقوى اللي هيكون خليفة لأسوريو مع نادي الزمالك ويمكن طبعا في الفترة الأخيرة بتدت تطرح أسماء يعني بطبيعة الحال لما تبقى الأمور مش مشي أو مع الفريق أو يعني مش أفضل حاجة يعني النتائج لسه مش مقنعة بشكل كبير بتبتدي برضو بعض الترشيحات ممكن ما تبقاش رسمية يمكن منها فترس كارتيرون لكن خلينا أقولك أنه مستبعد مش من الأسماء المطروحة في الفترة الحالية وحالية مع أموصلار القطري لكن مش من الأسماء المطروحة في الفترة الحالية صحيح يمكن برضو فيه برضو بعض الأسماء من المدرسة اللاتينية خلينا أقولك يعني ما فيش تفاوض رسمي ولكن بعض الجهات المستعدة للخوض للانتخابات في نادي الزمالك صحيح حتى في البرنامج بتاع بعض الأسماء في حالة أنها تولت دارة نادي الزمالك أو كانت هي المجلس اللي هيودير نادي الزمالك في الفترة القادمة أكيد كل مجموعة عندها سيناريو عشان تنهض بفريق كورة القادمة لأنه هو ده الأهم بالنسبة لجماهير نادي الزمالك وخلينا أقولك أنه مش بالضرورة المجلس الجديد اللي هيجي هيطيح بأسوري يعني خلينا برضو نتافق على دي ولكن هي المعيار الأساسي إيه؟ النتاجة تمشي إزاي يعني برضو مدير فاني الاستقرار مهم جدا الاستقرار الفاني مهم لأي فريق وبالتالي لو شاف الأمور ماشية بشكل أفضل مع أسوري وابتدت تتحسن من دلوقتي لحد يناير ممكن الأمور تسير في مصلحة بقاء المدير الفاني لكن أكيد كل جهة أو كل مرشح أو كل جابهة مرشحة فيه انتخابات زمالك لها يعني السيناريو اللي ماشي عليه أو يعني الملف اللي شغال عليه في كل الألعاب مثلا في كرة القدم فيه على مستوى الإنشاءات على مستوى النادي بشكل عام بالتالي لما تبدأ من يوم 21 أكتوبر تبدأ مهام عملها تبقى تبتدي تشتغل على الملفات دي بشكل طبيعي وما بقاش فيه أي دليل أو أي تأجيل للشغل على الملفات خاصة بأن طبعا ملف كرة القدم ده بيشغل قطاع كبير جدا من نادي الزمالك من جماهير أعضاء الجماهير العمومية أو الجماهير بشكل عام فبالتالي أكيد في الحزبان فكرة الجهاز الفني ومصيره فيما بعد الانتخابات طيب يمكن من أهم كمان الملفات الموجودة دلوقتي في نادي الزمالك وطبعا يعني لسه في انتظار أن يكون في مجلس إدارة يدير نادي الزمالك يقدر أنه هو يشتغل على الملف ده ملف أحمد فتوح لعب نادي الزمالك والتجديد ليه واسمعنا كلام كتير جدا الفترة اللي فات دي يسمعنا أن اللاعب بالفعل اتفق مع كابتن عبد الواحد السيد أن هو هيجدد أول ما يكون في مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك سمعنا كمان أنه في اتصالات ما بين اللاعب وما بين نادي الأهلي الغريم التقليدي لنادي الزمالك قول لي حقيقة الموضوع ده عاملت زي طيب يعني فيما يخص جزئية يمكن ملف التجديد مع نادي الزمالك هو اللاعب مرحب ما فيش مشكلة وده في خلال الجلسة اللي عقدت من أيام مع كابتن عبد الواحد السيد المدير الكرة نقل الموضوع ده بشكل واضح أنا ما عنديش مشكلة حتى الطلبات اللي هو عرضها يعني فيه متناولات زماك مش مكحفة أو مش حاجة يعني خيالية كل الطلبات المالية بالنسبة له منطقية فيما يخص حتى المستحقات السابعة بالنسبة له كل ده أمر طبيعي جدا ولكن طبعا حتى الكلام مع وكيله كان الفكرة أنه يعني بينتظر لوجود مجلس إدارة جديدة لأن طبعا شفنا الجدل الكبير اللي حصل فيه السنوات اللي فاتت فكرة أن الرعب يجدد عقده مع لجنة ثم يفاجأ أو مجلس أو إدارة أو أي إن كان يفاجأ بين مجلس إدارة جديد ما بين العقد لم يوصق أو يوصق القصة دي كلها صحيح طبعا بتخلف حالة من الجدل وحالة من الألق شوية عند اللعيبة أن أنا هتفق على حاجة وهيجي مجلس جديد ممكن يتفق على حاجة تانية خالص فبالتالي هو شاف أن الموضوع مسألة أيام إنه يبقى فيه مجلس إدارة جديد فبالتالي مش مستعجل إنه هو يحسم الأمور دلوقتي قصة طبعا الكلام على الناد الأهلي يعني يمكن كان فيه يعني محاولية لجس النبض أو من مقربين لللاعب إنه هو فكرة إنه هو ممكن يبقى موجود فيه الفترة اللي فاتت يعني ما تمتش اتصالات بشكل رسمي معه بالتوح ولكن مع بعض المقربين منه فكرة إنه هو إمكانية إنه يبقى موجود وإيه السيناريو اللي ممكن يحصل فيه الفترة اللي جاية خاصة وضع طبيعي إنه لعب ينتهي عقده بنهاية الموسم فبالتالي يحقق له التوقيع لأي نادي في يناية لكن التأكيد طبعا زي ما شفنا من كتير من المرشحين لمجلس سيطات نيزة مالك التأكيد إنه هو أولوية بالنسبة له مفتوح من الأنصر اللي هتستمر مع الفريق في الفترة الجاية هل فيه كلام إنه يرجع مرة تانية مصطفى فاتحي لصوف نادي الزمالك من فريق بيرامدز؟ هو طبعا يمكن الظروف اللي راحل فيها مصطفى فاتحة عن نادي الزمالك يعني كانت معلومة للكل ما كانش برضو يعني أفضل حاجة من هو بالنسبة له لكن قرر أنه يحترف في الفترة دي ثم عودته لنادي بيرامدز بين التعاون السعودي طبعا كل دي أمور يعني حصلت فيه الفترة اللي فاتت مصطفى ممكن بيقدم أداء مميز جدا جدا من أفضل لعيبة مع فريق بيرامدز الفترة الحالية ولكن برضو رغبة الزمالك في عودته يعني هيبقى فيها قدر كبير من الصعوبة لأن فيه تمسك كبير من نادي بيرامدز بين التعاون السعودي أكيد خصا كمان مع نتائج الهيلة اللي بيعملها اللاعب في فترة الأخيرة أكيد مع نتائج الهيلة خلينا أقولك برضو مع التحديات الكبيرة اللي بتنتظر بيرامدز في الفترة الجاهزة صحيح دورة أفريقية أو في الدورة طبعا هو لأنه طبعا كل تصراحات الجاهزة الفانية ومسؤولي النادي يعني بتتلخص أنه احنا بتنافس على البطولات اللي منشارك فيه وبالتالي مش مقبول طبعا أنه هو يفرض في العيب من اللعيبة المهمة بالنسبة له في فترة الحالية حتى لو كانت نادي بشكل كبير طبعا طبعا ده أكيد صحيح طيب تعالى نروح للنادي الأهلي النادي الأهلي مع مارسل كولر طبعا كل شايف النتائج الهيلة بالنسبة للنادي الأهلي تحت خيادة مارسل كولر سواء في الموسم اللي فات وكمان مع بداية الموسم الحالي باستثناء طبعا مباراة السوبر اللي خسرها النادي الأهلي خليني أسألك عن مباراة القادمة مباراة الأهلي والإسماعيلي في إطار مباريات الدوري المصري ممتاز أو دوري النايل في الجولة الثالثة شايف اللقاء بكرة يكون عامل إزاي يمكن نتعود ده في السنين الأخيرة دايما مباراة الأهلي وإسماعيلي بتيجي بدري في شوية في الدوري دايما بنلاقي السنفات كانت في الجولة الأولى بنشوف دايما يعني كلاسيك ومبكر كده الأهلي والإسماعيلي من المباراة أو مباراة نقدر نقول إنها مباراة القمة برضو أكيد أكيد لكن هل ده ينطبق على الإسماعيلي في الموسم الحالي في الموسم الحالي مع المشاكل الكتير جدا اللي بيواجهها الإسماعيلي طبعا يمكن ظروف النهات الإسماعيلي لا تخفى عن أحد يعني برضو نفس القصة ما عندوش عناصر جديدة ما فيش تدعيمات طبعا الوضع المالي صعب لكن شفنا الفوز الإدري حقق أول إسماعيلي على الاتحاد يمكن برضو دي تديره دفعة معنوية شوية يمكن برضو الشحن الجماهيري للفريق والدفعة المعنوية بتديرهم برضو الثقة شوية أنهم يقدروا يعني يقدموا موسم جيد أو على الأهل يتفادوا أخطاء الموسم اللي فات شفنا الإسماعيلي طبعا اسمي كبير في الكرة المصرية صعب أنه كل سنة ينافس على البقاء في الدوري هذه تبقى طبعا حاجة صعبة ولكن بالتأكيد هي هتبقى مباراة صعبة أمام النادي الأهلي سواء على مستوى النتائج وصد الأهلي في السنوات الأخيرة أو على مستوى الوضع الحالي للفريقين يعني مختلف تماما النادي الأهلي يمكن مر بفترة استقرار والأمور حتى على مستوى الفني جيدة مع مرسل كورر الناحية التانية يمكن كابتن هاج جلال برضو بيحاول أنه يضع بسمته مع الفريق بشكل أكبر في الفترة اللي جاية لكن نحن نتوقعه ونأمله نحن نشوف مباراة كبيرة بطليق باسم الفريقين ونحن نستمتع بواحدة من المباراة اللي دائما كانت من المباراة صحيح تعالى نتكلم عن النادي الأهلي برضو وبنتكلم عن التدعيمات اللي ممكن يكون بيفكر فيها دلوقتي المدير الفني للنادي الأهلي مارسل كورر كلام كتير أو أن النادي الأهلي بتفاوض مع ظهير أيصر مع مهاجم لسه ما لقاش اللي هو عايزه تكلمني عن الملف بتاع التدعيمات اللي هيكون إن شاء الله في يناير القادم احنا دلوقتي خلاص في شهر عشر تقريبا فخلاص يعني من كلها شهرين وهنكون بالفعل يعني في المركات والشتوين يمكن كان الشغل الشاغل لإدارتنا الأهلي طول الفترة اللي فاتت أو فيه فترة انتقالات الصعفية هي التعاقد مع مهاجم جديد لأنه دي كانت رغبة أساسية اللي هي مارسل كورر المدير الفني ويمكن تم التعاقد فيه الفترة الأخيرة مع أنتوني مودست المهاجم الفرنسي اللي يمكن يعني ابتدى تدريجيا يخش فيه أجواء الدوري المصري سجل هدف صحيح لكن برضو المأمول والمتوقع منه أكتر من كده يعني يمكن ده ده اللي بيخلينا دايما نتكلم على إن النادي الأهلي دايما بيبحث عن العناصر الأفضل عن التدعيمات الأفضل فبالتالي مش مستغرب إن النادي الأهلي ممكن يشوف إنه بيبحث عن مهاجم جديد فيه فترة انتقالات فيه يناير طبعا ده يتوقف على شكل الأداء وخلينا أقول لك برضو طب أمير خلينا أسألك برضو يعني دلوقتي الجمهور مفروض يكون بيستنى إيه من أي مهاجم هيجي للنادي الأهلي هل تسجيل هدف واحد من 3-4 مباريات ده غير كافي شكل المهاجم اللي بيحلم به جمهور النادي الأهلي اللي هو بيستغل أنصاف الفرص مش أنصاف الفرص حتى ربع الفرصة ويستغلها يقدر أنه يحرز هدف 2-3 في كل مباراة أهو ده للجمهور النادي الأهلي مستني؟ طبعا يعني اللعب في النادي الأهلي بيحمل مسؤولات كبيرة جدا على أي مهاجم بتأكيد لما توبقى مهاجم النادي الأهلي اللي عاد عليه أسماء كبيرة عاد عليه أعماد ماتا اللي عاد عليه فلافيو عاد عليه كتير من المهاجمين المميزين طول السنين اللي فات طبعا يعني إنما يقول vier合 المثال من المهاجمين الهدفين اللي homa في الفترة اللي فاتت اللي كانوا لهم بصمة قوية وحضورهم في البداية بالتالي المهاجم الأجنبي بالزاد برضو بيبقى عليه سبوت أكبر بزبط هي دي الفكرة دفع فيه مبلغ فبالتالي منتظر أنه الأداء أو يترجم التعاقد معه لأهداف بشكل أسرع من كده بالتالي يمكن لسه مودست ما نقدرش نقول أنه فيه تقييم إيجابي بشكل كبير له في الفترة الحالية ولكن لسه هو ما خدش الوقت الكافي برضو أنه هو يقدر يزبط نفسه مطلوب أنه يسجل أهداف طبعا مطلوب منه أنه يسجل أهداف يمكن كان اهتمت به تصريح أو لاحظت تصريح كولر اللي كان بيكلم عن مودست أنه مش هيغير طريقة لعب عشان لعب أو عشان طريقة عشان مودست اللي هو اعتمده بشكل كبير جدا على الكرات اللي بتيجي داخل منطقة الجزاء أو الكرات العرضية اللي بيتعامل معها لكن في النهاية النادي الأهدي مش اعتمده بشكل أساسي على المهاجم بس بيعتمده على كتير من المحاول اللي هي بتقدر تسجل من شوف بتسجل أجنحة مدافعين كل ده يمكن بيدي تنوع له أو الحلول الهجومية اللي عند المدير الفاني لكن كمهاجم أكيد محتاج مهاجم وإلا ما كانش محمد شريف رحل عن النادي الأهلي فيه تقلت سيف رغم نوع رحل وهو هداف يعني صحيح سريعا بقى تعال نروح لفقرة اللعبة النهاردة يمكن سألنا الجمهور السؤال في غاية الأهمية توقعاتكو ايه لمباراة النهاردة المباراة الأكثر جمهلية يا مباراة نادي الزمالك وصاد البنك الأهلي تعال نشوف الجمهور قال لنا ايه وانت برضو في النهاية لازم تقول لنا رأيك وتوقعاتك هتكون عامل ازاي طيب دلوقتي محمد أنور شايف ان الزمالك هيفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0 صباح الفلة كمان عليك يا محمد ورحمة بتقول اتوقع فوز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 كمان وعمر جودة بيقول صباح الخير صباح الجمال عليك اتوقع فوز الزمالك 2-0 وأحمد سعيد بيقول فوز نادي البنك الأهلي بنتيجة 2-1 دي كانت بعض الإجابات اللي وصلتنا النهاردة عن طريق مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بقناوات On Time Sports سريعا نقول لي رأيك ايه توقعاتك كامل يعني المباراة هتبقى صعب على الفرين زي ما قلنا لزروف الفرين لكن ممكن اتوقع فوز الزمالك بهدف 1-0 اه يعني ممكن امير اشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة في صباح On Time اكيد نورتنا واسعدتنا اكيد بوجودك كالعادة مشاهدينا بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة ان شاء الله على معاد بكرة نفس التوقيت الساعة 10 الصبح اشوفكم على خير